موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة التانية من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنقدمه لكم برعاية حلواني النص التاني لمناقشة مسلسلات رمضان في عام 2020 نبتدي بشوية مقدمات كده كمان مرة الحلقات دي حيبقى فيها حرية تامة لحرق الاحداث والنهاردة احنا بنتكلم عن الاربع حلقات الاولى من مسلسل بميت وش فجناء عالي لو في حد لسه ما وصلش للحلقة الرابعة من المسلسل افضل يقفل الحلقة دي ويبقى يرجع لها لما يوصل للحلقة الرابعة بعتذر كمان مرة لان الحلقات بتاعة الموسم الرابع من رمضان واشياء ما فيهاش مساعدة بصرية بصور او اي حاجة خشية ان احنا نقع في اي مشكلة مع اي مسلسل ونتسبب في ان الحلقة يتم تعطيلها او حاجة زي كده والحوارات اللي احنا بنناقشها من غير نص عبارة عن كلام مرسل بناء على الخواطر والاراء اللي عندي اللي انا عاوز اشاركها معاكم بخصوص رأيي في المسلسل ان شاء الله باذن الله شراكتنا مع حلواني النص التاني هيبقى فيه من خلالها جوائز ومكافآت فما تنسوش تشتركوا في القناة علشان اول لما المكافآت او المفاجآت او الجوائز دي يتم الاعلان عنها تكونوا من اوائل الناس اللي هيستفيدوا منها مسلسلنا هو بميت وش نقدر نقول ان هو مرسال الكوميديا لو وصف الكوميديا ده يصح قوي عن المسلسل آآ ما بين الاختيارات اللي احنا عملناها للخمس مسلسلات اللي احنا حنقشهم في رمضان السنة دي المسلسل من بطولة نينلي كريم آسر ياسين اسلام ابراهيم علا رشدي السيناريو لأحمد واقل وعمر الدالي والاخراج لكاملة ابو ذكري الاحداث بتاعتنا مركزة على شخصيتين الشخصية اللي بتجسدها نينلي كريم اللي هي سكر والشخصية اللي بيجسدها آسر ياسين اللي هو طاهر وهم اللي كنين آآ بيحترفوا النصب ولكن بطرق مختلفة ولدوافع مختلفة وحياة اللي كنين مش شبه بعض خالص لان سكر بتعيش في حي فقير آآ طاهر بيحاول يحتفظ بالمظاهر المحترمة او الغنية لحياته ولكن في النهاية اللي كنين بيلجأوا لعمليات اجرامية من خلال النصب واثناء واحدة من العمليات اللي السكر كانت بتقوم بيها بيتم اعتراض العملية من طاهر وده بيوقعوا في مشكلة مع سكر اللي بتبدأ في ابتزازه وهو ده احنا وصلنا له لغاية دلوقتي في الاحداث ودي من النقاط المهمة جدا اللي حنقشها واحنا داخلين في التفاصيل امبارح كنا بنتكلم عن مسلسل النهاية وقلنا بمنتهى الوضوح ان هو من افضل مسلسلات رمضان السنة دي ويعتبر الاغنى الاغنى من حيث الميادين اللي هو بيحط نفسه فيها مدان الاكشن مدان الخيال العلمي مدان الدراما مدان الغموض حاجات كتير قوي بيحاول يتواجد فيها بينما مسلسل بميت وش نقدر نقول بمنتهى الوضوح ان هو الادياء واصدت جدا ما اقولش الافقر لان الافقر دي حتقترن بشكل مباشر ان انا بحاول اقول ان ده شيء وحش بالعكس المسلسل اه اجواءه ديئة احداثه ديئة شخصياته لحد دلوقتي اقل بكتير الاحداث بتاعه تتلمي في كلمتين ثلاثة زي ما قلت كده واعتقد ان انا قلت كل المهم يعني في الموضوع ولكن ده مش معناه على الاطلاق ان الوضع وحش بالعكس انا بمنتهى البساطة اعاوز اقول او بمنتهى الوضوح اعاوز اقول مسلسل بميت وش رغم ان هو فيه عيوب زي ما فيه مزايا ولكنه اول مسلسل انا ببقى متحمس ان انا اشوفه كل يوم ان اشوف الحلقة الجديدة بتاعته كل يوم وده لانه هو مسلسل بشكل عام لطيف اجواءه اللطيفة والحاجة التانية لان القرار مشاهدته سهل سهل قوي 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 يعني لما نيجي نتكلم على مسلسل النهاية حتى اول حلقة قدامي يقول لا 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 محتاج بقى مركز محتاج بقى زهني حاضر قوي عشان اتفرج على الحلقة نيجي نتكلم في البرنس لا محتاج اكون شرب شاي عشان احمد زهر هيزعق كتير ولازم اتقهب نفسيا للموضوع ده الفتوة لا ما ينفق مش في كل حالة في الدنيا ممكن استحمل بعض الاداقات التمثيلية اللي للاسف محبطة في المسلسل. ليلينا لازم اوصل لدرجة سعادة تقترب من عصفورة عيشة في شجرة لان المسلسل حيديني اللي حيرجعني لحد الانسان الطبيعي عادي لاني لو تفرجت عليه وانا في شعور الانسان الطبيعي حوصل من الاكتئاب لدرجة ممكن ما تحملهاش لنهاية اليوم المسلسل ليالينا انا شفت منه حلقتين يخربت السواد اللي في الدنيا يعني بميت وش لأ قرار سهل موت ممكن تتفرج عليه وانت بتعمل حاجة تانية لو حابب هتبسط شوية هتتحك شوية وده لان الاجواء العامة زي ما بنقول لطيفة ولما بقول لطيفة مش قصدي اقول هايفة احنا بنتكلم على مسلسل تصنيف وكوميدي ولكنه مش سطحي مش خاوي في عدد كبير من الخطوط الدرامية المحترمة جدا يعني الخط بتاع شخصية سكر بتعني اللي كريم ممكن يكون معتاد شويتين ومفهوم بالنسبة لمعاناة اسرتها اجتماعيا والمسئوليات اللي موجودة عليها ده شيء مقرر بينما الخط بتاع شخصية طاهر بتاع اسر ياسين من اجمل ما رأيت في رمضان السنة دي على الاطلاق الولد اللي شكله غني شكله معه فلوس شكله من طبقة معينة ولكن هو بيعاني من مشكلة كبيرة جدا من تاريخه الاسري بسبب والده وبيحاول ان هو يلجأ للعمليات الاجرامية بتاعة النصب عشان بس يعيد التوازن الاجتماعي لمظهره ومظهر والدته في المجتمع اللي هم عايشين فيه بالاضافة لان طبيعة علاقته مع والدته جمدة جدا 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 والكيميا او التناغم اللي موجود ما بين اسر ياسين وسلوة محمد علي على مستوى التكسيد كمان مرة من اجمل ما هو موجود في رمضان السنة دي كل ده شيء كويس جدا العمليات النصب اللي احنا شفناها لغاية دلوقتي رغم انها مش كتير ولكنها تتسم بالذكاء يعني الطرفين ما بيعملوش حاجات سطحية قوي وهايفة قوي وإحنا بنصدقها عشان عاوزين نضحك وخلاص احنا اصلا اغلب الوقت ما بنتحكش احنا اغلب الوقت مبتسمين وده لان الشخصيات كلها دمها خفيف وما بيقولوش نقطة غير لما يكون الموقف اللي احنا فيه استدعي ذلك وعموما اللي شايل لواء الكوميديا بشكل عام في المسلسل هو اسلام ابراهيم فافضل ظهور لي على الاطلاق وانا بمنتهى الامانة من اسانال بالعربي انا ما كنتش بحب اسلام ابراهيم مش من الممثلين لده موام خفيف على قلبي ولكن في المسلسل ده الوضع مختلف تماما واقدر اقول انه ممكن يكون افضل ظهور درامي لأي حد طالع من مدرسة اسانال بالعربي فانا انا مبسوط بالكوميديا اللي هو بيقدمها وان في حد يقلب وجهت نظري فيه بالشكل الحاد ده برضو شيء مش سهل الحوار زكي المكائد اللي بتتعامل وتفاصيلها فيها قدر كبير من الاهتمام والعناية اعتقد ان الحوارات الكوميديا معتمدة بقدر كبير على مدرسة مش كتير بنشوفها في الدراما العربية ولكن بنشوفها كتير جدا في الدراما الغربية وهي فكرة المشاهد فيها نقاط محورية ولكن في النص بيتم ترك مساحة كبيرة للممثل ان هو يبدع او ان هو يقلف حوار حسيت كده في كذا مشهد ممكن اكون قلطان طبعا انا ما عنديش معلومة حسيت في كذا مشهد ان فيه تلاتة قاعدين التوجيه اللي عندهم هو انك هتاخد المشهد ده من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي اللي في النص عيشوا حياتكو اتكلموا وخشوا على بعضه والترياءوا على بعضه وعملوا كلام زي ده لسه ما احناش كممثلين محترفين قوي في الموضوع ده ولكن قدرتنا على ان احنا نشيل مشاهد بالطريقة دي وتمر بشكل طبيعي بتثبت حاجتين اولا ان ده النظام الاجد على الكوميديا فاتمنى ان الكل يتابعوا خصوصا مع الوضع اللي يبدو انه مخجل على مستوى الكوميديا السنة دي وممكن نبعد لأكتر من كده شوية ونقول على مدار التلات اربع سنين اللي فاتوا الكوميديا عندنا في الدراما الرمضانية بتوعاني بشكل كبير جدا وللأسف الكرف في النازل مش في الطالع وانا ما تفرقتش على حاجات كتير السنة دي انا بس متابع وجهات النظر واللي شفته اللي شفته انا شخصين بعناية ما عجبنيش على الاطلاق فبناء على ان احنا ننعش الاسلوب بتاعنا شويتين نجدد شويتين نستفيد من المدارس اللي اثبتت نجاح في الموضوع ده واتشيء مفيد جدا ومهم جدا خصوصا لما نكون في ايد ممثلين كويسين لان اسر ياسين بيقدم شيء محترم جدا نيلي كريم محببة جدا في الدور بتاعها وانا متشكر جدا انها اخيرا انكسرت النمط اللي هي بتقدمه ودخلت في اجواء لطيفة جماعة مسلسل بميت وش اللي ما بيشوفوش ده مش مسلسل هايف للضحك فقط الضحك فيه اصلا مش كتير هو بس مسلسل لطيف الاجواء والاحداث اللي بتحصل فيه لغاية دلوقتي تتسم باللطافة في بعض النكت اللي في مكانها المزبوط في بعض المواقف اللي بتولد كوميديا بدون تصنع وده شيء هايل جدا وانا مبسوط به اتكلمنا في اجابات كتير قوي بتعلمت الكلام على شوية سلبيات لان رغم كل شيء انا قلته المسلسل فيه عيبين واحد منهم شكله مش هستمر معنا التاني مسبب لي مشكلة صراحة العيب الاول هو اللي اشرت لي وانا بقول لاحبات بتاعت المسلسل احنا ماشيين ببطء قوي يعني احنا اللي بقوله لكم ده كله هو كل اللي حصل تقريبا اتعرفنا على شوية تفاصيل على بعض الشخصيات الفرعية وبعض المواقف وكلام زي ده بس كل اللي حصل لغاية دلوقتي هي عملية نصب تم اعتراضها وبعدان عملية ابتزاز والشخصية بتاعتنا اللي هي شخصية طاهر بتحاول تبدل مجهود علشان تستعيد علشان تحل الازمة بتاعت الابتزاز اللي هي موجودة فيه والدنيا بتدت تغرس زي ما نكون غرسنا في اول موقف ومش هارفين نطلع منه ليه انا بقول ان احسس ان ده مش هيستمر عجباني مقدمة المسلسلة وعجباني الاغنية بتاعت المقدمة بتوعد بحاجات كتير قوي بتوعد بعدد كبير من الشخصيات لسه ما ظهرتش بتوعد بان فيه شراكة حتما ما بين الشخصيتين وانا اتصور ان حيبقى فيه خط رومانسي فرعي ناتج عنها تعائدات كتير لسه منتظرين انها تتفجر في علاقات الشخصيات التانية التانية بعض بعيدا عن الشخصيتين رأزيتين فبناءا عليه مش عارف ليه غرسين قوي كده شفنا في المقدمة مش عاد كتير قوي امال حتقدمه ده كله امتى اللحم اللي في التلاجة دي كلها حتكلوها امتى الموضوع بسيط فاتمنى ان الاقاع يصرع شويتين صعب قوي نحنا نشتكي من بطء الاحداث في اول اربعة تيام عادة بنشتكي من الموضوع دوت التلت التاني نمطي مع مسلسل رمضان دايما ان المسلسل الكويس بيشتغل كويس قوي في اول عشر حلقات بيهنج جدا في تاني عشر حلقات وقليل جدا لما بشوف مسلسلات بتعرف تنجوا من الفخ ده وبعدين يبيعرف يقفل يا ما بيعرفش وبنسبة تمانين في المية ما بيعرفوش يقفلوا وعشرين في المية بس هما اللي بيعرفوا يقفلوا المسلسلات بتاعتهم كويس فاتمنى واترقب ان ده يتحسن بشكل سريع النقطة التانية هي نقطة العناصر المحيطة بالاحداث بتاعتنا وهي عناصر انا مش منتقد وجودها في المسلسل لان انت بتحكي الحدوط اللي انت عايز تحكيها ما عنديش مشكلة ولكن كثافة ظهورها وكثافة الاشارة لها اصبحت مزعجة شويتين وهي بمنطقة البساطة استهلاك الكحول المسلسل ده على مستوى شرب الخمرة والسكر ممكن يكون وصل لابعد حد انا شفته من خلال عدد من السنين التفاصيل بتاعت ناس بتشرب خمرة في اماكن وبتذكر وبعدين طريقة سلوكهم بعد السكر وعاوزين يشربوا خمرة الصبح عشان يفوقوا وعاوزين يضربوا مخدرات احنا نتكلم على الخمرة والمخدرات عشان يفوقوا كلام زي ده انا مش جاي انادي بالفضيلة ده مش موضوعي على الاطلاق بس هالي دي مفيدة قوي بالنسبة لنا انا مش شايف انها حتفدنا على الامر الطويل وممكن اطلع غلطان طبعا بس كثافتها في اول اربع حلقات على اننا اصلا ما عندناش احداث كتيرة بتحصل تثير الانتقاط شويتين بجانب المكيدة اللي عايش عليها طاهر الشخصية اللي بيجسدها اسر ياسين وهي ابتزاز الرجالة اللي بيريلوا على البنات اونلاين مش ضدها برضو ما بقولكش طب ما تشوف مكيدة تانية تكون محترمة مش ده اللي انا بقوله على الاطلاق بس كمية الاستهلاك والابتزال في المشاهد دي اكتر من اللازم ما بقولش يا عام راعي اخلاق الشهر الكريم ما بقولش يا عام راعي ان ده مسلسل تلفزيون العائلات بتتفرج عليه مش هو ده الموضوع الفكرة بس ان مشاهد استهلاك الخمرة الكتير والمخدرات احنا بنعمل مخدرات ما شوفناش استهلاك مخدرات لغاية دلوقتي والمشاهد الكتير قوي بتاعة عمليات الابتزاز والرجالة اللي بتريل وبيقوموا يقلعوا ويعملوا وشوية حاجات كده متسبة للتخيل والتخيل بيجيب حاجات تقلب البطن طبعا بكل تأكيد ما هياش حاجة حلوة ما هياش حاجة زريفة ما هياش حاجة لطيفة يعني اللي بيذكروا دول ما بيطلعوش كوميديا واللي بيدراموا مخدرات دول ما بيطلعوش اختراع والرجالة اللي بتقوم تقلع علشان معرفش الست تصورهم ولا مع الست اللي هو اسر ياسين بيمثل انها انه هو حاجات تخيلها نفسه يقلب البطن فكتير ما بقولش كنا نشوف حاجة تانية نعملها لا يا عم خلاص ما نفهم كويس قوي حددتك وحكيها زي ما انت عاوز وفي البداية ما كانتش مضيقاني ولكن التكرار فيها كتير قوي ما دخلش دماغي فدول الانتقادين اللي عندي واحد منهم انا منطمن عليه التاني اتمنى ان الاسرة المسلسل تكون حاسة الموضوع دايما نبقاش دايما عملينا اطلع على حاجات تقرف المشاهد من الاخر يعني ان نراعي ان احنا عوزين فعلا نستمتع بما هو ليس زلك في المسلسل وهو الاجواء اللطيفة العامة اللي انا عمل اشكر فيها واللي ما بينغصهاش غير اللحظات اللي انا بقولها دي النقطة اللي انا خايف على المسلسل منها الحقيقة بعيدا عن النقطة بتاعة بطء الاحداث ديت هي لما نبتدي المكائد الاخرى وعمليات النصب الاخرى اللي باينة من التتر انا ما قلفتهاش وما بانجمش انها تفضل متسمة بنفس مستوى الذكاء لان اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي كان ذكي ومحترم جدا وبيحترم عقلية المشاهد اتمنى في اللي جاي الاحترام داي يكمل واتمنى انه هو يكون على مستوى الحلقات اللي احنا شفناه لغاية دلوقتي مسلسل بميت وش زي ما بقول المسلسل الاضيق على مستوى الاحداث ولكنه الاكثر تسلية وترفيها ليا انا شخصيا مع الوضع في الاعتبار المنغصات اللي انا قلتها داي حبيب جدا انا عرف رأيكم في الوجبة الكوميدية الدرامية لهذا العام ايه رأيكم بتتفرجوا ولا ايه متتفرجوش على ايه في ايه عجبكم في ايه مش عجبكم ياريت تصهموا كل ده في القومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو اعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجريكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي اشتركوا في القناة